يعني إيه الواحد يكون قاعد في بيته هو ومراته وبناته أو أولاده وكل واحد مسك الموبايل بتاعه وفي عالم تاري خالص لدرجة أنه يعني في حد صديقي كان بيكلمي بمرارة بيقول لي قاعدين على الصفرة بنأكل فبنته بعتت لأختها تقول لها هات الملح من قدامك الدهون مش عارفة أتكلمها المندمجة بعتت لها على الواتس على الواتس تقول لها هات الملح من قدامك ده 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 الواقع المؤلم ده بقى علينا إحنا كأسر وكبيت وكإعلام وكصحافة وككل وسائل الميديا إن إحنا نخرج الناس من الوضع ده ونحاول نواجه ده ونحاول نغرس ده في ولادنا لأنه لازم برضو نكون على قد ما نقدر إحنا كمان كلنا متكتفين في إننا نحاول على قد ما نقدر نخلي حتى الولاد دول يعيشوا يعيشوا سنهم وعيشوا حياتهم هو ده الحياتك المفروض زي ما إحنا عيشنا على فكرة يعني إحنا جيل برضو الحمد لله إنه على قد ما بقول إنه يمكن الولاد دلوقتي عندهم حاجات كتير قوي إحنا ما كانتش عندنا بس إحنا جيل لعب اتبسط كان عارف يعني إيه يوم جمعة كان عارف يعني إيه لما كان عارف يعني إيه لعب ما كانش فيه تليفون ما كانش فيه ألعاب ما كانش فيه تكنولوجي دي بس كان فيه ألعاب تانية اللي هي البسيطة في الأرض كلنا بنتلم كلنا ونلعب لعبة مع بعض وكلنا يوم الجمعة ده لما نروح عند جدتنا نتقابل كلنا ونلعب لعبة كلنا أولاد الخلاة وأولاد العمان يبقى هنا دور الأسرة بقى بالزبط دور الأسرة اللي هم الكبار اللي عاشوا الأيام الحلوة دي يحاولوا يرجعوها في أولادهم بأشكال وعلا فيش مش بالضرورة أنهم يلعبوا نفس الألعاب اللي ما خلاص دي ما فيش طبعا يعيشوا حياتهم بالتكنولوجيا بتاعتهم ولكن بقيم يعيشوا طفولتهم وبطفولة وبطفولة زي ما إحنا أهلين عايشونا الطفولة بتاعتنا وكنا نلعب ومبسوطين وناكل ونشرب وكان ده قمة الرفاهية بالنسبة لنا هو بالنسبة للأولاد حاليا قمة الرفاهية الفيسبوك وتويتر والإنستجرام والحاجات الأدوات الكتيرة كتيرة جدا دي اللي بتطلع كل شوية يعني أنا أنا بقالي سنة دلوقتي شغال خبير تطبيقات ذكاء الصناعي أنا في البيت عندي بعلم بناتي أنا عندي ثلاث بنات بعلمهم بس بحدود بحدود لأنه ما ينفعش أدلهم أكبر من سنهم يعني أنا عندي بنتي ريتاج اللي هي في الوسطنية يعني التانية دي يعني مخها كله في التكنولوجيا والفيديوهات والحاجات دي أنا بديها على قدها ما قدرش أديها الجرعة لذي بالزبط لو أي حد خد جرعة زيادة عن أي حاجة طبيعية عدت الجسم نفسه لو خد أكل زيادة هيبوز طبعا فأنا بديلها إحنا كأسرة لازم نوعد نحاول نسيطر كمان على القصة دي ونحاول نحدد الموعيد نحاول نحدد الاستخدامات نحاول يكون عندنا شوية قدر من الرقابة على فكرة على حاجة كنت قريتها من فترة المسؤولة عن يوتيوب عملت حصار صارم على حفيدتها وخلتها ما تشوفش اليوتيوب أكتر من ساعتين أو ثلاث ساعات من كتير خالص في اليوم كله طبعا يعني شوفي ست كان مفروض هي بتقول عايزة اليوتيوب ده يتاق لكن عارفة عارفة إزاي إنه ممكن يبوز البيت ويبوز الجيل الجديد طبعا فكانت ناخد من ده إحنا دورنا لا الأولاد مش عايزين يسيبوا الموبايل لا ما هو مش هيسيبوه لكن لازم أفرض عليهم حاجات صارمة وعقوبات صارمة إنه لو استخدم الفيديوهات والتيك توك أكتر من كذا ساعة يبقى يتحرم من الاسفوسحي